اشتركوا في القناة الوضع الامني ابرز التحديات التي تواجه هذه الانتخابات وقد اعتقلت اجهزة الاستخبارات في البلاد ثلاثة اشخاص وصفتهم بالارهابيين عشية الانتخابات الرئاسية وتتهمهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات بالعاصمة باماكو وقد تجلى تأذير الوضع الامني على العملية الانتخابية بالاساس خلال الجولة الاولى حيث لم يجرى الاقتراع في ازيد من 800 مكتب تصويت كما تمت مصادرة بعض صناديق الاقتراع وتم احراق بعض المكاتب في الشمال والوسط كما نفذت بعض الهجمات وكانت وزارة الدفاع المالية قد ضاعفت عدد الجنود الماليين لمراقبة الانتخابات في الجولة الثانية ليصبح عددها 36 ألف جندي منتشرين على عموم تراب البلاد بعد ان كان العدد 30 ألف جندي خلال الشوط الاول انصار سميلا سيسي وزير المالية السابق تحدثوا مساء السبت عن عمليات تزوير تتمثل في توزيع بطاقات الناخب على المصوتين وهو ما اعتبروه مؤشرا على عدم شفافية الاقتراع ولا يستبعد الكثيرون ان لا يختلف شوط الانتخابات الثاني عن سيناريو الجولة الثانية عام 2013 حيث تنافس الرجلان وفاز السبعين يوكيتا بنسبة كبيرة ورغم الفرق الكبير الحاصل في نتائج المتنافسين خلال الجولة الاولى حيث حصل كيتا على نسبة 41% وحصل سميلا سيسي على نسبة 17% الا ان الاخير يراوده الحلم في ان التغيير ممكن وان كيتا باتت ايامه بكولوبا قصيرة